تبدأ عملية التصنيع بسبيكة من الذهب الخالص بقطر 5 سنتيمترات ووزن 196 غراماً من ذهب عياره 18 ويتم ضغطها وتسويتها لتصبح بسمك الميدالية بعدها يقطع الشكل المدور للميدالية بماكنة خاصة من سبيكة الذهب ليجلب بعدها صانع الميدالية قالبين مصنوعين من الفولاذ الصلب قالباً لطبع نقشة الميدالية الأمامية والآخر للنقشة الخلفية فتوضع قطعة الذهب الدائرية بينهما ليتم طبعاً نقوشات بماكنة ضغط تبلغ قوتها 9 أطنان لكن تفاصيل النقشة لن تظهر من أول مرة لذا يتم تكرارها عدة مرات كي تظهر أدق التفاصيل في النهاية بعد إتمام مرحلة النقش تبدأ سلسلة اللمسات الأخيرة حيث تسخن القطعة بمشعل كي تففي طبق ملسا على سطح الميدالية وبعدها يحفر اسم الفائز بالجائزة بعناية فائقة كي تطلع بعدها الميدالية بذهب عياره 24 لتصبح جاهزة للتقديم لهذه المهنة ما كانت المميزة في قلب الصانع نيكلاس الذي ورث المهنة عن أبيه بينكت والذي يعمل معه في نفس المعمل فهي تجمع بين الإبداع الفني وتجلي التراكم التاريخي لقيمة ما تصنعه يده كي تتكلمون توقفera من أقل غير قديم العام من فار قدرت هنا في 30 عام ويقدم عم mari بعض اليوم في حطار وستخدم من الأشخاص أقل دعمقار في دعوة العام كي تتكلمون ويشتر بياب مرحل في reflex فكرة ويشخص بحث امه وانا يكون معه من الأشخاص وارغ صلح där kungen levererar dem till Nobelpristagarna. Nobelmedaljen är ju världens mest berömda medalj. Den representerar någonting som är väldigt stort. Det som de här forskarna och även naturligtvis i priset litteratur, de har skapat någonting som är väldigt stort. Ta Nobelpriset nu som är väldigt lätt att förstå i fysik när det gäller LED-lamporna. Och vad det för med sig med de här LED-lamporna. Hur du kan föra ut ljus till trakter där du inte har elektricitet. Vad det möjliggör för människor att kunna leva på kvällarna, att kunna studera, att kunna utvecklas. Hur mycket mindre energi de här lamporna kräver. så naturligtvis är det väldigt väldigt stort att få ett pris för en sån upptäckt. ... 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